يعني عاليزنك بقى هوري فضل إزرح عاليزنك أساس كريم فضل رقم واحد انت عدت فترة طويلة كنت ممكن تعمل مبارات تجربية عشان تجرب اللي بتقول عليه ده ما حصلش رقم اثنين تين الفترة طويلة انت في فترة ساعة السوبر اي بش ده حالت ناشر يوم طب ناشر يوم ما تقدرش تلعب فيهم ماتشين والدين لا ماتشين ايه اذا كان اصلا انت عندك اللعيبة بتشتكي من تلحم الماتشاط واللعيبة مستحيل يلعبون دي لعيبة كتير تجربهم في ماتشين والدين جري يتجرب في دوري وانت عندك امل ان انت تلعب في دوري اطال افريق يكون في درالية ده رقم واحد رقم اثنين المساعدين يكاد يكونوا باسق دي عشان ما يعملش اللي هو بيعمله ده هو قال لهم لا انا عارف انا بعمل ايه واذا بقولك انا بيتعامل بمنطق انا ما تتوقعنيش حتى المساعدين اللي معا وده غلط انا دلوقتي بالعب كاس مصر كان ممكن اخرج من كاس مصر قدام بروكسي فري محترموا كل حاجة العين والراس لكن انا الزمالك العب ازاي بهذا الشكل الغريب المهترق اللي لا شكلة لا لونة لا طعمة لا رائحة وكنت ممكن اخرج من كاس مصر وافقت كمان بطولة يبقى هو مش واصله ان انا كنادي الزمالك اصبحت في موسم صفري ومحتاج ان انا العب ومحتاج ان انا اكسب ما يستهنش بالموقف هو بيعمل كده عشان عارف ان الزمالك في موسم صفري هو ده اللي مخلي انه هو بيبقى وانا عندي بطولة كاس مصر اقول لك حاجة باب جارديولا من احمد شاستر سيتي اول موسم دي خد مركز رابع في الدولة الانجليزية وفدل الموسم كله يجرى بالعجب انا فاك انا بتفق معاك وبتفق مع هولي في حتة ايه انه انا حب ان المداري بيقعد يجرى وخاصة ان الموسم رايح بس احنا لا اللاعب بتاعنا يتحمل كل هذه التغييرات الفجائية ولا موقف الزمالك يخليه يتحمل هو جماهيره خسائر جديدة حتى لو الموسم صفري فالظروف الصعبة دي ما تدلكش الحرية اللي انت عايز تعملها تقول ايه انا هعمل الموسم ده كده بقى الموسم ده كده وابدأ من الموسم الجديد بقى على نضيفه بقى عندك تارجت اه ان انا عايز الالعب دوري ابطال هو مش بعيد تقدر توصله عشان اوصل له اعمل ايه يبقى انا لازم العب بشكل طبيعي يخلينا اوصل لهذا الهدف